مملكة البحرين مملكة البحرين حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فاستطاعت بكل جدارة النجاح والتميز في الصعد كافة وأشعرت الجميع بالفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات المتتالية وأصبحت مضرب مثل للعالم أجمع دعونا نتطرق إلى أبرز إنجازات مملكة البحرين لعام 2021 نبدأ مع قطاع الصحة حيص صدر الأمر الملكي السامي باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمر للاستحقاق الطبي تكريماً للطواقم الطبية والتمريضية والفنية وجميع الجهات المساندة وتبوء مملكة البحرين المركز الأول عالمياً في التعافي من كورونا وفقاً لمؤشر نيكاي الياباني وأعلان المنامة مدينة صحية كأول عاصمة في إقليم شرق المتوسط وإلى أبرز الإنجازات في قطاع الاقتصاد منها تعزيز مملكة البحرين من مكانتها في المرتبة الأولى خليجياً والثاني عربياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لمعهد فريزر وأيضاً تحقيق مملكة البحرين المركز الرابع عالمياً في مؤشر الأمن وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي أما على مستوى الإنجازات الإقليمية والعالمية فقد حققت مملكة البحرين المركز الأول عالمياً في العديد من المؤشرات الفرعية لتقرير مؤشر المعرفة العالمي 2021 كذلك حصول مملكة البحرين المرتبة الثانية إقليمياً ضمن الدول ذات المؤشر العالي جداً في مجال الحكومة الإلكترونية في تقرير الأمم المتحدة لعام 2020 وتحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربياً في مؤشر بازل لمكافحة قسل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تصنيف مملكة البحرين في الفئة الأولى عالمياً وللعام الرابع على التوالي في مكافحة الإتجار بالأشخاص وفقاً لتغرير الخارجية الأمريكية وإلى أبرز إنجازات قطاع البيئة حيث حقق المطار البحرين الدولي جميع المتطلبات اللازمة للارتقاء إلى المستوى الثالث من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات والذي يديره مجلس المطارات العالمي وأيضاً فوز مملكة البحرين برئاسة اللجنة التنفيذية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 2022 نتطرق إلى أبرز إنجازات قطاع السياحة والثقافة حيث تم مدراج ثلاث مواقع بحرينية على قائمة التراث الإنساني العالمي لمنظمة اليونسكو وترشيح ثلاث مواقع أخرى بالإضافة إلى المشاركة المتميزة لجناح البحرين في إكسبو 2020 دبي وإلى إنجازات قطاع قلم الفضاء حيث تم اطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ويحمل اسم ضوء واحد مملكة البحرين مملكة الإنجازات التنموية والحضارية ففي كل عام تجدد نهضتها وتطورها بكافة المجالات بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتبقى مملكة البحرين دائما تنعم بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار على مر السنين